اشتركوا في القناة نحن وياكم على امل انه هالاسبوع ان شاء الله يكون افضل من غيره وبلش يخلص هالشهر يعني الطويل اللي دائما ما يستمر ويستمر ويستمر يسعد صباحكم صباح الخير يا ايا يسعد صباح كل حدا عمي تابعنا عبر شاشة السماء الفضائية ان كان عبر التلفزيون او مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القناة على الانترنت دائما بيحلم بعض الناس بالنجاح والناس الثانين اللي بدون يحققوا هذا النجاح ما بيحلموا فيه بيستيقظوا بفيقوا ليبلشوا يعملوا ويوصلوا لهذا النجاح النجاح ما له بمقدار الاعمال اللي بتنجزها بل هو بمقدار تأثير هالاعمال بشكل ايجابي على الاشخاص المحيطين فيك وعلى نفسك بالبداية يعني اذا ما لنا حظر نتيجة متقدمة نحو الامام على ذاتك وعلى الاشخاص المحيطين فيك فانت يمكن بعد سنة او سنتين من الشغل اتطلع انا انا شو استفدت فعلا يعني كل اياتنا عنا احلام كل اياتنا حابين نعمل شي بس هي الفكرة انه انه لو توصل لهذا الشي هو ما له شي سهل ما فيه الواحد يضل قاعد معهم يعمل شي ويقول انا بحلم اعمل هذا الشي الخطير بحياتي فبدناك شوية تشغل وشوية تعب لابد منه مئة بالمئة وغالبا بتأدي الطرق الصعبة لوجهات جميلة كل يوم هو بداية جديدة خلينا نخد نفس عميق نحن وانتو نبتسم رغم كل الظروف الصعبة اللي عم تحيط فينا ونتابع صباح الخير على القناة سما بلك ونبلش نهارنا مع بعض بطريقة ايجابية شوفها بحلقة اليوم خلونا نعرف الالعاب التعليمية افضل وسيلة لتعليم الاطفال ومعرض الزهور باللادئية مقصد للأهالي وزوار المدينة وفرصة للترويج وكيف يتجنب الزوجين حدوث خلافات مالية ممكن تفرق بينتهم بفقرتنا الطبية داء السكر الأعراض الأسباب ومتى يجب أخذ الأنسولين حكم ومقولات سيارات النقل العامة بين الطرائف والأدعية وخيبة الأمل أكياس الشاي المستخدمة كنز من الفوائد يعني مثل ما شفنا في كتير من العنوين والمواضيع والتقارير المحلية وأيضاً هذه الدراسات الجديدة وأيضاً الفقرة الطبيعية التي يحبونها كل الناس وبتابه وترمال هيك 9342 الرقم اللي بلش يظهر أسفل الشاشة هو الرقم اللي تتواصلوا معنا من بداية الحلقة لنهايتها وتصبحوا علينا وعلى ضيوفنا وتسألوا كل استفساراتكم أكيد نحن بانتظار مشاركاتكم يعني بمختلف فقراتنا اللي منقدمها بكل يوم وطبعاً في الكتير من الأخبار اللي عم تشغل العالم بإشراقة كل صباح جديد وبدورنا نحن عم نحاول نختار الشي اللي ممكن يكون مفيد وممتع بنفس الوقت فشو هي أبرز أخبار العالم لهذا الصباح؟ نتابع مع بعض جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من العراق فأطلقت أمانة العاصمة العراقية حملة نهضة بغداد لتطوير شوارع العاصمة العراقية ومن بين أهمها الشوارع شارع المتنبي المعروف بشارع الثقافة ومن العراق لأمريكا تحديداً ولاية فيرجنا بمدينة ألكساندريا بيوجد مقهى ماونت بيرنين للأطاط وهو مكان يمكن لزواره تناول مشروباً مفضل أو وجبطاً سخنة بوجود حيوان أليم بالمقهى موجود أكثر من 20 أطاط وصلت من ملاجئ مختلفة بمناطق عبدة بالعالم ويسمح للزوار بطلب تبني أي من القطاط مقابل مبلغ بسيط ومن أمريكا لدولة الفاتيكان ونكون وصلنا لجولتنا الأخيرة فجلس رجل بيرتدي الزي المميز لشخصية سبايدرمان الرجل العنكبوت الشهيرة بالقصص المصورة والأفلام السينمائية بالمقاعد المخصصة لكبار الشخصيات بساحة القديس داماسو وحدى اللقاء العام للبابا فتانسيس بالفاتيكان والتقام معه عادات وتقاليد مختلفة لكثير من الناس ببداية تنهارهم بهيك ساعات الصباح الأولى لحتى يعدلوا مزاجهم والمزاج الصباحي الجيد بيعتمد على عدة تفاصيل مننا الغنية الصباحية لهيك خلونا نخلي مزاجنا رائع ونسمع راغب علامة بهالغنية الأديمة اللي اللي هلأ لرونها وعلى طول لما نسمعها ما فينا إلا ما نرون يعني يا ما نسمعون هيك الصباح بكير مثلا بداية صباحنا نسمعون بالليل متأخر يعني هيك على السهرة أما هدول هيك بقلب لنهار بتحسك فيه شي غلط انك تسمع انك بتغطت الظهر العظم أو انه بالشغل بتزع بهجتهم تماماً أو إذا واحد هيك عم يحن للماضي ويسترجع ذكرياته على كل حال يعني نحن نحب بصباح الخير نرجع الذكريات اللي بتذكرنا بالأيام الحلوة إن شاء الله يا رب أيامنا إن شاء الله وأيام كل المشاهدين بتكون بخير إن شاء الله يا رب طبعاً الخبراء دائماً ما بينصحوا بعدم التخلص من أكياس الشاي المستعملة وأنه يعني يتم الاستفادة مننا وإعادة استخدامها فشو هي فوائدها الصحية وكيف أصلاً ممكن يتم تدويرها بالاستعمالات المنزلية الأخرى بدلاً من إنه نحن نكبة يعني بسلة المهمة تماماً نعرف كثير للشاي فوائد طبية بتناوله وأيضاً باستخدامه وتطبيقه على الجلب من الخارج ففي فوائد متنوعة ممكن نحققها بإعادة استخدام أكياس الشاي المستعملة من العناية الشخصية للاستخدامات المنزلية شو أبرز هالقصص؟ نعرف بهالتقرير بتحتوي أكياس الشاي على فوائد عديدة ممكن كتار ما يعرفوه الشاي بأنواعه المختلفة بيساعد بعلاج أمراض عديدة وحنخبركن اليوم شو منقدر نساوي فيهم من بعد استخدامهم لتكون مفيدة لألنا أولاً علاج حب الشباب بتحتوي أكياس الشاي الأخضر على الكاتيكين يلي يستخدم كمضاد الأكسدي وبتساعد على مكافحة البكتيريا المساببة لحب الشباب منستخدم أكياس الشاي عن طريق وضعه على الجلد المصاب قبل مدة تتراوح ما بين خمسة لعشر دقائق وبنغسل الجلد بالماء البارد هالعملية من كاددة لأيومين قبل ملاحظة النتيجة تأخير الشايخوخة بغض الشاي الأخضر الجلد وبيزيد مرونته وقدرته على التجديد فهو بمثابة عامل لتأخير علامات الشايخوخة مثل التراهلات والتجاعد أم نستخدمه عن طريق خلط كيسين من الشاي الأخضر مع عصير الليمون الطبيعي ومعلقتين عسل ومنحطهم على وجهنا ورقبتنا لمدة تتراوح من خمسة لعشر دقائق وغسل منطقتين بالمالي الفاترة ومنكرر هالطريقة مرتين أسبوعياً إزالة رائحة النفس الكريهة منقدر نعمل غسول خاص للتم من أكياس الشاي الأخضر فهو مضاد للبكتيريا ومكافح للروائح الكريهة وقادر إنه يخافف آلام الفم نستخدم كيسين شاي ومنحطهم بالمي الساخن لمدة عشر دقائق ومنمزجها بقطرات من زيت الشاي نستخدمه مرتين خلال اليوم كغسوة الفم فوائد الشاي للشعر وضع أكياس الشاي الأسود أو الأخضر على فروة الرأس بيعطي مجال لمضادات الأكسبة لتنظيف جزور الشعر وأعطاءه الفرصة لينموا بغزارة الطريقة عن طريق استخدام كيسين أو ثلاث أكياس شاي منحطهم بكازة ناي ومنتركن حتى البردو ومن بعد الحمام ووضع الشامبو منغسل الشعر باستخدام الشاي ومندلك فروة الرأس لمدة بتتراوح من خمسة لسبع دقائق بعدين منغسلوا بالمال تهدئة العينين يمكن لأي نوع من أنواع الشاي تهدئة العينين المنتفختين بفضل مضادات الأكسادية اللي بتخافف من الالتهاب والتعب منحط كيس الشاي بالتلاجة لمدة نصف ساعة ومنحطهم على الجفنين والغفوة لمدة عشر دقائق لخمسة عشر دقيقة فالشي بيساعد بتهدئة العينين تجديد خلايا البشرة تحتوي أكياس الشاي على عنصر العبص ومستخلصات البوليفينول اللي بتجدد الخلايا وطريقته بتكون بوضع عشرة لاثماش كيس شاي بمية الاستحمام ومننقع الجسم لمدة بتراوح بين عشرين دقيقة لخمسة وعشرين دقيقة وبتكرر العملية لوضعة أيام ومنقدر أيضا نستخدم شاي البابونج لمحاربة الالتهابات قتل فطريات القدم عنصر العبص الموجود بالشاي بيئة الفطريات الموجودة على القدم من خلال وضع أكياس الشاي بالتلاجة لنصف ساعة ووضع على القدم لمدة ربع ساعة ومنكرر العملية من مرتين لثلاث مرات يوميا مقشر للبشرة بتساعد مضادات الأكسد على تهدئة البشرة وتلميع والملمس الخشم بالكيس بيساعد على تقشير الوجه عن طريق خلط كيسين من الشاي الأخضر مع شوية عسل زيتون حتى يصير قوامه ومنمدده على الوجه والرقبة لمدة عشر دقائق منفرق الوجه في لطف ومننظف البشرة بالمي ومنقدر نكرر العملية مرة أو مرتين خلال الأسبوع كرمال كل هاي الفوائد صار فينا نقول أنه وقت نشرب أي نوع من أنواع الشاي ما تكبه الكيس لأنه قادة إفيد بول في كثير مطارح يعني صار وقت نبدأ معكم بأولى فقراتنا دراسة اجتماعية كشفت بأنه 80% من الخلافات الزوجية بالدور حول المال لهيك تعتبر يعني بيقول لك دائما مبارف أن هذا مثل مثل تاني حق الكونية بتفوت المصاري من الشباك بيطير الحب من الباب ميح؟ يعني هلأ بعمل فلصة حكية ورد اليوم مناوي نقشني بالموضوع بدلا ننبلش فيمكن يعني العلاقة المادية بين الزوجين من الأمور التي منها ضروري التفاهم حولها تفاديا يمكن لكثير من الخلافات والمشاكل التي ممكن تحصل بالمستمر تماما هذا إذا الزوجين يفكرون ببعضهم أنه أنت كيس المصاري تماما وأنا المرأة العاملة داخل المنزل هكذا يفكرون فممكن يكون كلامك صحيح ولكن إذا هناك تفاهم وفي تشاركية يختلف الحديث قولا واحدا ولأنه وقتنا الحالي بيطلب الشراكة بين الرجل والمرأة بمصروف البيت وأيضا بالعمل داخل وخارج المنزل بأسباب عديدة قدت لها الشيء إرتفاع الأسعار الغلاء الأزمة السورية التي نعيشها فكيف نحقق هذه التشاركية بطريقة عادلة وبتفاهم مشترك بدون الوقوع بفخ الخلافات تفاصيل هذا الموضوع سنتناقش فيها مع الاختصاصية الاجتماعية الأستاذة سلوى عرنوس صباح الخير صباح النور إيه سعد صباحك أستاذة سلوى أهلا وسهلا فيك معنا نعرف أنه لكل شخص لديه نظرة معينة تتعلق بالمادة أو بالمصاريخ خلينا نقول هناك ناس تحب الصرف كثيرا ناس تانيين تجدون لا حريصين أكثر ناس تانيين يندرجوا تحت موضوع البخل كمان فينا نقول كيف أنا أعرف قبل ما نحن نحكي للسه ما تزوجنا كيف أعرف إذا أنا هذا الشخص الذي أنا معه أو بدي أتعرف عليه أو حتى بالعكس يعني هو شريكة اللي عم يتعرف عليها عشان ورد ما يلاقيني كثيرا حتى صف البنات كيف أعرف شو نظرة هذا الشخص المادية ببداية العلاقة النظرة المادية هي أكبر بكتير من موضوع البخل والإسراع النظرة المالية هي بتحكي شو الأولويات عن كل شخص يعني كيف يشوف إنه المال وي لازم يروح فالنظرة المالية صراحة بمجرد الارتباط بتبين بكتير تفاصيل إذا نحنا دقيقين تعرفي سابقا لما كانت الحياة غير مكلفة فكانت الزوجة حتى لو كانت موظفة فبيكفي أنه تقيم جزء من احتياجاتها بالحكس كانت تأخذ مصروف من الزوجة لكن هلأ بظل ظروف الراهنين يكونوا الشركين عم يشتغلوا ويادوا يقدروا يلحقوا احتياجات حياتهم فالنظرة المالية كيف نحنا نصرف تبين من فترة الخطوبة بعض الأشخاص بحبوا الشيء بس الضروري بعض الأشخاص بحب الصرف بمجال الرفاهية المتعة يحب تلع كفيهات أكتر تحب تهتم بجبالها أكتر متياجاتها أكتر لكن هناك شغلة مهمة أنه عاماً مصروف المرأة أكتر من مصروف الرجل عاماً نحنا عنا تفاصيل مادية بالنسبة لنا مهمة والمرأة عادة بالحياة الزوجية إذا هاي التفاصيل إن حرمت منا بتملش بتتزمر وبتحس أن حياة الزوجية ما نصح وأنه هي مشحفة بحقها لأنه في تفاصيل عنا مثلاً حضور حفلة زفاف لازم تطلع هي دائماً شيك لازم تكون مرتبة الرجال ممكن يلبس طقم مرتين ثلاثة ما تكون عندهم معندهم مشكلة ولا بيحس إنه مثلاً فيه شيء لازم يتغير تماماً نحنا عنا في تفاصيل بتهمنا فبتأتي إنه يكون مصروفنا أكبر لهي كانت لما بيتزوج الرجل قديماً قبل ما تكون الغلاء طبيعي إنه يكون له مصروف مرتب لتزوجي لكن هلا بشكل عام لما بيكونه وزوف وجيدة فهي إذا شالت مصروف الشخصي هذا التكاليف الخاصة فيها بيكون كتير منيح لكن حالياً بالتشاركية بدنا نكون في عنا وضوح فأعرف أنا من البداية كيف نظرته المالية وأحكي بالشكلات الأساسية عندي بس كمان ما بدأ تكون رفاهيتي على حساب بيتي فإذا كنا واضحين ممكن نبدأ حياة صاحة تعرفي ماذا أستاذة؟ ويمكن المشاهدين يوافقونا بالفكرة نحنا يتم قولبة الفتاة بمجتمعاتنا أنه أنت لبيت زوجك هو اللي لازم يصرف عليك هو اللي ممكن يوماً ما كمان نحنا نستفاد منه وهو الرجل اللي أنت مالك مضطرة تشتغلي برا البيت بس عادي وتستتي هذا المصطلح اللي بيستخدموه وهو يجيك كل طلباتك حتى ما بتصرفي على أولادك هو مجبور حتى ما عطل شيء بالبيت مثلاً وحبت غير ديكور مالك مضطرة هو مجبور بمجتمعات ثانية تجد العكس تماماً المرأة إيدة بإيد الرجل من البداية وعم تشتغل النظرة المجتمعية ما تغيرت تماماً ما تغيرت نظرة المجتمعية تماماً هلاً النظرة المجتمعية تتغير بكل شيء نحن عندنا مشكلة أنه الرجل أحياناً بيطالب المرأة أنه تشاهركه بالمال بس ما بيتنازل عن شرقيته وصي السيد يعني فكيف صبتت معه وأنا ما بارك تماماً لما هو بريطالبة بكثير واجبات منزلية فأكيد هي مانا إمرأة حديدية لما عم تشتغل بره هي جسم أضعف من جسم الرجل يعني حترجع تعباني هي بحاجة حدا يساعدها بيتزمر إذا جابت حدا يساعدها فإذا ما كان هو فعلاً مقتنع بفكرة التشاركية بمعنى كلمة التشاركية وإن إلا شخصية مستقلة فإذا ما تمسك بشريقيته يدفع تمن تمسكه يعني إذا هو حابب يكون السيد شو عليه يدفع هو وتكون مرتاحة الفكرة أنه نحن من إلا للمرأة أنه هو مجبور لأنه بلحظة ممكن تتطلق وتكون هي حاطة كل مالها بالبيت ومستغنية عن صحتها وكمان تعباني بالبيت وبلحظة بتصير بره وما نعم من حالها طب معناها نحن نحن نعيش بقلق دائم بالعلاقة الزوجية نحن نحن نعيش بقلق روح الرجل دائماً تحتمم الرجل دائماً صحة القوة البدنية أقوى بيطلع مال أكتر لأنه بيشتغل ساعات أطول فرصه بالعمل أكبر لكن إذا كانت الزوجة تشتغل ساعات طويلة وهو ساعات طويلة أكيد صار متفاهمين صار في حدا عم يساعدهم بالبيت وحتما تكون التشاركية صح لأنه هي شخصية مستقلة فعلاً وهو شخصية مستقلة لكن إذا كانت موظفة براتب 60 ألف وهو عم يطلع بحدود الأربعمية مو معقول تحط هي كل الستين وهو يوفر بدون ما هي تعرف هي لازم تحط جزء وجزء تشيله لإلاق أما أنها تكون جداً متماهية وذائبة مادياً وشخصياً تماماً هي بتكون عم تهدم حياتها نحن لا نقول نعيش بقلق لكن أي علاقة من نكون عايشينها ممكن بلحظة تكون برا فأنا ببساطة بشارك على المقلية بقوم بمصروفي وبشارك بطريقة صحيحة يعني ممكن نكون متفاهمين مثلاً أنه أنا ساهم بمصروف الدراسة مصروف الدراسة كثير كبير بدروس ومتابعة الأولاد وهي بتعرف شو محتاجة ممكن هو يتولى الفواتير ويتولى مثلاً مصروف الأكل يعني إذا هي شاركة جزء أولاً هي إذا كانت إمرأة عاملة وعم تشارك ستحس فيه فبالتالي ما تكونوا تطلباتها كبيرة أما إذا هي بدها تشارك وهي مأهورة ومعتبر حالة عم تظلم نفسها فأوكي من الأساس معناته أنت شغلك أكيد ستقصري ببيتك معناته لا تشتغلي أما إذا أنا بدي أشتغل وشارك وكمان إنساني جيدة ببيتي فشي طبيعي أني يحس بها البني آدم يعني يشتغل ويطلع مبلغ هلأ بشبابه وبعدين هو ممكن ما يقدر يطلعه فما بيكون أنا كمان مشحفة أنا أنت واجبك وانت بهالطريقة ما هاردت تشاركية ما هاردت علاقة زوجية صارت علاقة أنت أنا خلقنا مشكلة فعلاً هنا كلمتين أهم شيء هنا البلشنا ممكن حديثنا فيهم هنا موضوع التفاهم وموضوع التشاركية بكل شيء يعني نحن موضوع المادي فقط إنما بكافة يعني بكافة الأمور بالحياة والتفاهم هو اللي ممكن يعني يختصد لكثير من النقاشات والمشاكل اللي ممكن تصير بين أي طرفين بعض الأزواج ممكن يشعروا بنقص أو هيك يحسوا حالهم يتنقص من قيمتهم مثل ما نحن نقول بحال هنم كان كثيراً مثلاً زوجاتهم عما تشارك ما أعرف إذا هنم موجودين هدول بنسبة كبيرة بس موجودين بس موجودين تشعر بهذا النقص كيف نحن ممكن نتفادي هذا الموضوع نحن عنا خلينا نقول صنفين صنفي يتكل وصنفي يشعر بشيء من النقص أمتى يشعر بشيء من النقص إذا تعرض لظرفه أحد بالبيت وهو بالعادة هو اللي بيصرف هو اللي بيقدم شخص عنده كرامة كتير عالية فلما هي بتصير بتشتغل وعم تدفع هو ملو أدران بيشعر بالألم هون بهي الفترة اللي هو حالياً تارك مثلاً تقول له خذ مبلك وتضلت ذكره أو تضلت ذكره إنه أنا جعيبة هاي بس نتفوت بهي التفاصيل ما تتخيلي الشركين شاطرين بالحفظ لبعض يمسكوا كروت وفجأة بيفتحوا الصندوق وكأنه ما في علاقة بينهم تماماً بدنا نتعامل بالرحمة هي علاقة تقوم على المودة والرحمة بدأ يكون فيه ثقة متبادلة إذا أنا عايش مع شخص ما عندي ثقة ما عندي محبة لا تتصوري إنه علاقة تكمل فأولاً بدي يساعده للاقي فرصة عمل بدون ما نكون نحنا متصرف بألم طب لا قدر الله فالشخص صار عنده أزمة صحية كبيرة قدت إنه حتى إذا اشتغل شغل كثير على قده فأنا عن جد بدي يكون واقفة جنبه بمعنى كلمة واقفة جنبه أو أنا من الأساس لا أجرح هذا الإنسان لأنه كما بتسئسيه على المرأة ممكن تتعرض الظروف غير الظروف المادية أما الإتكالية هو الرجل اللي بتتزوج السيدة وأول ما تتزوج بتكون معتادة إنه مستقلة مادياً فما بتعمل خلينا نقول تخطيط مسبق شو الأولويات بالبيت كيف حنخطط العلاقة المادية فبتصير هي تطلع السوق بتجيب كل شيء لحالة بتجيب التبخة لا شعورياً بعتاد إنه ما عنده مصروف تبخة بصير عنده مصروف يشتغل يزبطه بعتاد وبعد فترة كمان إذا توافقين يا رباقي ما بحس إنه هي عم تعمل شيء أبداً تماماً لأنه أنت شو عم تعملي عم درس الأولاد عم بتفعل الدروس الخصوصي تماماً صارت واجباتك تماماً إنه عم بتفعل الدروس الخصوصي عم درس الأولاد عم بنزل بجيب الخضرة عم حاسب النجار عم حاسب معلم الصحية كذا هذا كله بيجمع كيف بتصير العلاقة؟ بتصير العلاقة مثل علاقة الطفل مع الأم دائماً الطفل ما بيحس الأم شو عم تقدم بس لما بتتخرج من حياته بحس بالشوء لإله ودايماً بيتجرّى إنه أحياناً نجاوب أمه أحياناً نناقشها لما بتكون الزوجة عم تقوم بهالأدوار هي تتحول لأم بدون تحس فبيتمع فيها فأنا ما بتيقوم بهالأدوار إنه قريلي أنا معتاري إني مستقلة مادياً لا بدنا نكون واضحين إنه هاي الفواتير نحن هلأ أنت دخلك هالأدو وأنا دخلي هالأدو يا دو بيقدينا أنا حمسك هذا الموضوع أنت حتمسك هذا الموضوع حلو تقول لي لو أنت آخر الشهر حتجب الهدية حلو تظلي بحافظة على أنوستك بحافظة على وجودك أما إذا أنا لحنا مشكلتنا لإناص يام نتماها تماماً من دوب منقدم كل شيء يام نعمل شاطرين ومنوقف على جنب وإنه أنا قوعك تقرب ناحية أنا محدة بيقدر حلو تحضر الإهدية just for people ستبقى لها أين نحن في الناس بذكرة من ضمان حتى من ضمان حتى لا يتعوّد لأكون رجل الإتكالي اللي لاقعد بالبيت وعمري وأنا لا أعرف أن هذين الرجال لدي أشارة استفهام وتعجب الكثير كبيرة تحوم حوله طيب نروح لشيء ثاني اليوم يقول لك الرجل أنه أنا ملي مجبور أصروف على سهراته وطلعاته وأعياد ميلاده ومكياجاته وبدأ تعزون بنت خالته وبدأون يجوا أهلا بدون غدا وهذه الأصاص كلها فأنا بدي حط خطة أنا بصرف واحد اثنين ثلاثة مين لازم يمسك المصروف؟ مين لازم رجل يمسك مصروف ومرتم مدخلة أبداً؟ أو بإلا خدي هالمبلغ 300-400 ألف ليرة بالشهر وانتي تصرفي تمام أي شركة ما فينا نقول الرجل أو المرأة إذا نحن حطينا خطة مالية وهي ما قدرت تمشي عليها طلعت عنا وصرفت أكتر من اللازم يمسك هو بس غالباً 90% الزوجة اللي عم تمسك المصروف بسبب أنه هو دائماً برا البيت بس فيه تفاهم أما هو ما قول نصير 15 شهر وما معنا ولا ليرة انه والله ما بعرف شو صار معي صار معي زر لا فيه مبلغ بدين أم للطوارئ بالنسبة لموضوع أنه هي كتير عندها رفاهية بنرجع منقول دائرة الحياة عندها فهي دائرة الحياة عندها الرفاهية رقم واحد يبقى الجزء اللي قمته من مبلغي من راتبي لإلي هو المختص بالرفاهية فما إلو علاعة لأنه أنا دفعتم أما أنا بدي آخر من المصروف البيت لهيك وفي شيء أهم هو أساسيات فاتورة كهرباء فاتورة تليفون ألف قصة في الحياة الزوجية ومصروف البيت حالياً عم يكون رقم مرعب مقارنة بالدخل فأكيد أساسي شخص كثير عم يشتغل عم يهلك لحد يدفع ويلا إحدا دفع فاتورة على شيء يعني مرأة ورجل ديجان يعني وضع طبيعي يعني أنا زتاتة ثلاثمائة أربعمائة ألف هاي فأصار فيه مناقشة بالكونترول بأحسن الخلاط إنه من عم يقدر يجيب ثلاثمائة أربعمائة ألف ليرا يعني غير اللي عم يشتغل شغل خاص دواعم وثنين وثلاثة يعني الرجل السوري عم يخلي شرق يعني 12 ساعة عم يشتغل وبرضو السيدة نفس الشي لكن السيدة لما عم تتزواج عم تحاول أنه يكون شغلة من 6-8 ساعات لأنه البيت في حاجة فيه أولاد وفيه تربية أولاد وفيه مسؤوليات تماما طيب ختاما لحتى نكون شابلنا معظم الحالات يعني التي تتعلق بهذا الموضوع في كثير صبايا مثلا بيكونوا عند أهلهم عايشين معززين مكرمين هيك عززين النفس ما بيحبوا ياخدوا مصاري يعني خلينا نقول أو ما تتقبل فكرة إنه زوجي مصروف ويعطين إني وممكن شكل عنده حساسية لسه موجود موجود فيه لسه هذا النمط فهي كيف ممكن هون الزوجة يعني كيف ممكن نصيغة بطريقة هي تأخذ هذا المصروف مثلا بدون ما يتشكل عنده أي نوع من الأنواع الحساسية حلق عادة هاي الشخصيات من الخطبة إذا هو ما كان في عطاء مادي ما بتكمل عادة هاي الشخصيات هي ما بتطلب بس ما بتكمل لأنه هي معتادة على العطاء المادي بس حاليا بالوقت الحالي أنا شو اخترت شريك يعني إذا أنا معتادة بزرف مادي كتير رائع وكل شي مقدملي بس اختر الشخص دخله على قده ومعقول انقل ظروف حياتي وافرضه عليه بدي انتبع أنا شو اخترت وكون مسؤولة عن اختياري وهي نقطة كتير مهمة يعني ممكن أنت تكوني بنت حدا ثري وهو عم يعطيكي مصروف أحسن من راتب وعم تشتغلي ومعك راتب كمع ويأتي الزوج ظرفه على قد بدك تقولي له أنا ما بدي حطرات بي وعطيني كمان يعني أكيد هاي العلاقة محت كمان فأنا بدي أعرف حالي لوين رايحة وهون نحنا بنحكي نقطة مهمة انه يكون عنا وعي وفي نقطة ما حكيناها اذا كان الزوج بخيل اذا زوجت تبطت بس ايك فكرة ارتبطت بشخص بخيل انتي بتعرفي انه موضوع الصرف المال او البخيل هنه التنتين قافي صرف كتير او البخيل صرف كتير مرتبط بالشخصية بدوافع شخصية داخلية الى قصة كبيرة البخيل قافي فانه انا حاول ساويه كريم لا في حل واحد انه انا نحي تماما وافرض عليه واجبات معينة بدو يلتزم فيها وحقق دخل الى اللي اعتمد انت عم تقدي هالواجبات ما بضغص مشكلتا اي 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 لانه هذا البني ادم عنده مشكلة يشعر بالامان من خلال المان فما في حل فنحنا بنا انت بكون عنا وعي بالعلاقة اللي فداخلين عليها ضمن العلاقة صار في ظروف مادية بدنا نتساعد لانه في اسر بدأت اكمل مو في شي اسمه عم يستغلني طالما امنا جزء لإلنا فنحنا شعرنا بالامان اما ما بقارن راتبي براتبي بقول له اي راتبك اعلى دفاع انت راتبه الاعلى بكفي للبيت نكمل بفقرات قادمة ان شاء الله باسابيع مقبلة لانه موضوع شيق وبهم كثير من الاسر شكرا لوجودك معنا شكرا اي سعاد صباحك اي سعاد صباحك اهلا وسهلا فيك معنا طبعا الخبراء والاطباء دائما بينصحوا باتباع نمط حياة صحي مليء بالنشاط والحركة والابتعاد يعني كل البعد عن الخمول والراحة لفترات طويلة فعلى مدى يمكن عقود من الزمن كانت حذرة الدراسات من انه قلة النشاط البدني ممكن تزيد من خطر الاصابة بامراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وغيرها لكثير من الامراض من الحيوية اليومية رياضة الصباح صارت جاهزة ساعة صباح كون صباح المشاط والحيوية راح نبلش اليوم تماريننا مع بعض تماريننا اليوم علاج للكتف لا يعني الاوتار الكتف لا اي حدا بيعاني من المشكلة بالكتف بسبب رياضة او شغل البيت او اي شي راح نبلش اليوم باول تمارين راح افتح الايدين والرجلين شوي بوسعون راح اطلع شوي شوي بالايدين عصواتك تافي وبنزل مع نفس اثنين ثلاثة كل تمارين نحن نشتغله خمستاشر عده على ثلاث مجموعات اربع واغلبنا في عنده مفهوم خاطئ انه انا اذا صار عندي اي اصابة بالكتف فما لازم العب الرياضة هاد الشي كتير غلط لانه مكان الاصابة لازم يتحرك لحتى يصير في استشفاء خمسة سبتة سبعة ثمانة تساعة عشرة تساعة ادعاش اتناش تلتاش اربطاش واخر مرة بريح راح انتقل على التمرين الثاني راح امسك بعصف بهذه الطريقة ثبت ايدين وبضغط لجهة مكان الاصابة الزايمين يسحب العصر لجهة اليمين باتشاه المكان المصاب مع نفس بثبت وبرجو على الجهة الثانية سحب العصر لجهة اليمين بيسار ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة وبرجو وبريح بنزل كمان على خمستاشر مرة هلا تمرين لبعده كمان ايدين مفروضين بدي اطلع باتجاه مكان الاصابة مدى اليدين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة بريح شوي شوي وإذا كان مكان الاصابة جهة اللشمات برفع اللشمات واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة وبريح بريحك تافي هلا رح أمسك العصاي من جهة ورى ضهري من جهة فوق ورح أطلع فيها لفوق حيث ايدي تكون ممدودة بسبت ضهري مستقيم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة بريح ننتقل على الجهة الثانية كمان ننتحد وبرفع شوي شوي لفوق واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة ثلاثة باخد نفس هلا رح أعمل تمرين بس بدون العصاي بس بحاول ان يكون فيه جدار جنبي رح حاول ارفع ايدي هيك امشي عليها كأني عم امشيها شي شوي شوي لفوق وبحاول اعطي مقاومة وشدها ايدي ادمفي بشد عصب الايد والاوتار وبنزل بعدها شوي شوي كأني عم اعطي مقاومة واتفو الشي باصابعي لتحت كمان الجهة الثانية نفس الشي بتطع شوي شوي ويفضل يكون فيه جدار او حيث او اي شي صلب فيني اعطي مقاومة لعتا بنزل شوي شوي وبريح بتمنى تكونوا استفدتوا بشوفكم بحلقة بكرة باي باي يسعد صباحكم مرة جديدة اكيد نحنا رجعنا لحتى نكمل معكم وهلا اكيد بفقرتنا بدنا نحكي اكتر عن يعني طبعا الوسائل التعليمية اللي صارت منتشرة بشكل كتير كبير ولا سيما للاطفال اليوم رح نحكي عن اهمية هاي الوسائل التعليمية كيف ممكن نحنا نوصل فكرة يمكن لطفلنا بطريقة حلوة وممتعة ويعني بنفس الوقات يكون هو عمي يتعلم من خلاله اليوم رح نحكي اكتر على التفاصيل المتعلقة اكتر بما يخص الاطفال اللي هنن بيكونوا بسن مبكر يعني اللي هنن يمكن لسه ما دخلوا للمدرسة هيكون فيه لهم هيك نمط خاص يمكن حتى نحنا نختار لهم الالعاب فهذا الشي رح نتعرف عليه اكتر مع ضفتنا اكيد مريم حاجو عثمان يسعد صباحك مريم يسعد صباحك مريم أهلا وسهلا فيك معنا في عنا نحنا كتير تفاصيل اليوم بدنا نحكي عنا هنحاول هيك نحكي عنهم يعني بشكل هيك سريع لحتى نكون خبرناكم على كل شي موجود معنا بداية نخبرنا شو اهمية او فوائد انه نحنا دائما نتابع مع اولادنا بما يتعلق بالوسائل التعليمية طفل لانه عزيزتي بيعرف البيئة والمحيط ويتكيف معه من خلال حواسه فانا لازم يكون في شي عنده الطفل خاصة في الطفولة المبكرة اللي هي بتحت الست سروات لازم يكون في شي ملموس ومحسوس ومشاهد لحتى الطفل يتكيف مع البيئة ويعرف البيئة اللي هي المحيطة فيه ويحسن يعرف مهارات ويصير عنده خبرات وبهالدار يصير عنده علم وننقل له له الحياة الأكاديمية اللي نحنا دائما نطبح له للطفل اوكي خلينا نعرف يعني كل الأمهات اللي موجودين معنا اليوم على الوسائل اللي نحنا جايبينه هده الوسائل هنن لقدش للأعمار تقريبا؟ تقريبا فينا نقول لسبعة من سنين ممكن ناخدها وفي أكبر كمان هن نفس الأدوات بتقدموا بكذا تقديم يعني أنا فيني أقدمهم للطفولة المبكرة وكمان فيني أقدمهم بطريقة تانية لالابتداء صف ثالث رابع بهالشكل خلي بدأ أور شي بشو حبي نبلش نحكي تمام أنا إذا بدي هلأ بلش بعمر ثلاث سنين تقريبا لحتى خلي الطفل يحسن يمسك ألم لحتى خلي الطفل خلايا دماغه تنمو بشكل صحيح حتى يتعرف على البيئة ويتكيف معا مثل ما قلنا لازم ينمس لازم يتعرف على ملامس معينة أصوات معينة لازم يشوف أشياء يجرب أشياء يعالج أشياء بإيدي ويكتسب خبرة من المعالجة اللي عم بيه يشتغلها لطفل فنحن عنا مثل كتاب التفاولي أنه مثلا نعطيه الأشكال ونعطيه الأنماط مثلا نعطيه الأرقام والعمليات الزائد والماقص بشكل تفاولي يعني أنا مثلا بأصبيعي فيني أنا أخذ نفسه الأصبيعي أنا تماما أنا أخذ مثلا هاي الأربعة أخذ الأربعة أعرفها ككم مو كمية أربعة أصابع تماما خلينا هكي نشوفها مع بعض نحنا أكتر بركي أوكي خلينا نقفها هي بالشكل تمام نعم ناخذها أربعة أصابع تكون مفتوحة طبعا إيد كلياتها وبعدين حط ثلاث أصابع بهالشكل هاد هي بتكون محطوطة على طاولة مشان لتكون مرنة لطفل وسهلة فأي أداة لازم أنا أشتغل فيها لازم تكون واضحة لازم تكون سليمة لطفل كإدراك وكمان لازم تكون بسيطة لحتى يتعامل معه فبهالشكل هاد حيعرف أنه أربعة أزائي ثلاثة تستوي سبعة طبعا أنا ده بجد الرقم مع الكم فهي لحاله هي مهارة لطفل بالنسبة له نعم 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 دهشه هذا شيء مكان يختصر على الأهل وقت بالمستقبل تماما الولاد يدخل المدرسة ويهدقل يعني زمراحل دراسية صحيح أدوات والوسائل بشكل يدركه بشكل يفهمه فبكل بساطة أنا عم طابق المثلث مثلاً مع المثلث أنا عم طابق البزل كبزل كحركة بزل أو قصة البزل مع بعض ففي كتير أمور أنا فين ينزلها لطفل إعالجها ما ياخدها بشكل مجرد ياخدها بشكل ملموس ومحسوس ومشاهد فهو هون في يعني عندنا ممكن هون ممكن أكتر وقل العلاقة هيك برياضيات تمام برياضيات وغير هيك أنا كل شي بعطيه للطفل لازم يكون في شيء اسمه حركات دقيقة بالأصابع يشتغل فيها حتى حافظوا بعدين لمسك الألم لأنه بيطور الطفول المبكرة لسه بكير عليه ليمسوك الألم ولكن يحسن يقرأ ويكتب بدون ما يمسوك الألم أي أكيد بيبسوك الألم تمام إن هذا بناسب للأطفال من يعني من عمر صغير يمكن من ثلاث سنين تقريباً لست سنين أو أكتر كمان حتى صعوبات التعلم ممكن يشتغل هاي شو هاي هون نحن عم نعد ككم نحن عم نعد ككم ونربط الرمز مع الكام أنا في ندخل كمان الأكاديمي لطفلك لغة عربية مثلاً هذا كتير فيه إمتدادات وتنويع هذا الكتاب شيء؟ هذا إنه بورد ممكن ياخد الألم بشكل بسيط وياخده فيهون ألم طبعاً فيهون ألم يكتب عليه إذا هو بيعرف يكتب اسمه أو أي شيء فهذا أول وسيلة معنا هي الكتاب التفاعلي اللي هلأ كنا يعني شرحنا عنه يمكن أكتر بشكل موسع وحكينا عنه ويختلف يعني هون نحن نكون رياضيات أكتر فيه ممكن كتب تفاعلي ممكن يكون زرار ممكن يكون ربط المهم أنا شغل أصبيعي أصبيع الطفل لحتى يكتسبها المعارب أوكي كمان فيه معنى الأدوات الباقية خلينا نشوف أنا مثلاً بدي خلي طفل يعرف يكتبوا الأحرف كشكل كامل أو كأشكال فأنا عندي مثلاً لحتى يعرف الطفل مو قلنا بالحواس فأنا لحتى يعرف الطفل يعرف كيف فيه كتب الحرف لازم يكون مسنفر يعني نافر لازم يجب لحتى يقدر كمان فيه فأنا لما بعطيه الحرف مثلاً مثل A مثلاً بلفظ A و بخليه يتحسس A فأنا دخلت دخلت المعلومة سمعياً كمهارات سمعية كمهارات بصرية ودخلتها كمهارات لمسية فدخلت المعلومة بكذا حاسة فرسخت أكتر ممكن أنا أمتاع أمتاع نعم بكل أحرف سواء بأحرف أو بكل أرطب بأرقام اللي عم بتكون نافرة حتى الولد يتلمسه أكتر نعم بهذا الشكل يمكن ترسخ بذهنه بشكل أكبر أنا مسكت بالمقلوب لأنه فهذا السطر هو اللي عم بياخد الكاشف الخطة تمام تمام هلا الامهات بتالي انا ما قدرت يجيب هاي الأداة لانه هي فعلا مكلفة فبكل بساطة فيني انا مثلا نجيب ايفا سادة ويجيب ايفا أصب مثلا واشتغل عليه ساوي الخط وساوي اخد الحرف قص الحرف وبكل بساطة كل شيء له بدائل يعني بسيطة نحنا دائما نروح لشيء اللي ممكن يكون مكلفة بكل بساطة صار عندي نفس الفكرة بهون نفس الفكرة هون عم بيلمس يعرف انه هذا الملمس نعيم ودخج فحيبين انا هاي الفكرة نفسها هيا جماعة بس لحنا عملناها هون بشكل اقلة تكلفة طبعا فهيا الفكرة نفسه المهم الفكرة تصل لطفل مهم الفكرة تصل انا نفس الشي اللي ممكن انا اعطيه ممكن رزخه عند الطفل اني انا بي لمطاطات العادية وهي مطاطات موجودة بكل بيت ممكن تكون بسيطة فانا ممكن اعطيه للطفل يعمل نموذج مقابقة والمقارنة فبنقل له نفس النموذج مثلا حرف الميم فهيمسك مثلا المطاطة نفسها هي عملت بها الشكل وهي هي الحركات دقيقة صعبة على الطفل لكن سهلة عليها وهي هي اللي حتخليه بعدين يمارس مهارات كتير وخبرات كتير فأنا عملت حرف الميم بها الشكل بس أنا بدي مثلا أخذ الأورانج مع الأورانج فأنا كمان عملت مطابقة ألوان فأخدت الأورانج بها الشكل هات نفس الفكرة ممتعة هي فكرة كتير ممكن تكون للطفل أصار عندي طبعا عندي كل الأحرف أصار عندي مين طب شوي يتطور في حاله مثلا حطي لي بحرف الن مثلا بالإنجليزي سيعمل بها الشكل هات وبدون ما يكون في مطابقة هلا سيشتغل هو لحاله لأنه صار يعرف الأحرف بكل بساطة فاشتغل حرف الن بالإنجليز مثلا أو بالعربي فصار عنده تماما طريقة سهلة حتى للمعالمات وطريقة أسهل للأمهات كتشتغل بالطفولة مبكرة مع طفلات بكل بساطة يعني لسه أكيد في وسائل تانية إن شاء الله منحك فيها بفقرات قادمة ونتعرف عليها لحتى كل الأمهات أكيد يعني استفادوا أكثر شكرا كتير لوجودك معنا مريم وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك شكرا كتير لأيكم موسيقى موسيقى يسا تباحكم عن جديد أكيد رجعنا لحتى نكمل معكم بباقي فقراتنا وتقاريرنا وطبعا لازم نخبركم أكيد بأنه معرض الزهور السنوي بمحافظة اللادئية كان انطلق أكيد وانطلقت فعالياته وهو بساهم بتعريف بمنتجات المشاركين سواء من جهة القطاع العام أو حتى المشاتل الخاصة والحرفيين وتنشيط أيضا حركة السياحة بالمحافظة طبعا كاميرا صباح الخير كالعادة كانت بالمكان ورجعت لنا بهالتقرير أشجار استوائية وزينة صباريات منتجات طبيعية أدوات وإكسسوارات تراثية قديمة اجتمعوا بمعرض الزهور والحرف اليدوية بدورتهم 32 ضمن فعاليات مهرجان صيف اللاذقية نحنا مشاركتنا هون بزهور أولا زائد الفواكه الاستوائية والصباريات عنا مثل الفواكه الاستوائية مشتركين عنا نباتات الدراجون اللونجان الكرامبولا الليتشي القشطة عنا القهوة مثلا المعرض السنة ناجح كتير كتير والحمد الله بإقبال حلو كتير شاركين هون بهذا الجناح بمعرض الزهور استقبال كان حلو والموقع حاسينه كتير اختيار وممتاز وفي اقبال كتير من الناس وإن شاء الله هيك يعجب الناس وهالجناح يكون بالنسبة للعالم يترك بصمة حلوة كتير كتير المعرض بتنوع غناء شكل انطباع إيجابي عند الزوار باعتباره مقصد مهم وجذب خلال أشهر الصيف شارك فيه أكثر من خمسين شخص من عدة محافظات وموجود في حوالي ستين فعالية اقتصادية وبيستمر على مدى ثلاثة أسابيع بحديقة الفرسان موسيقى قال شو يا آيا لا تشوفني عم بتدرج دوبلني وتفرج وشو كلك أهر يا دنيا وأب عزاب وأب محمد لا في كتير عم حاولة تذكرة مو أبو أب عزاب هاي هاي مهمة يعني ما نحط الواو مع كلمة أب مجرد جولة بأي شارع من شوارع المدينة كثيرة بحصد العشرات من الجمل اللي قلتها أنا والعبارات وغيرها الكتير اللي منشوفها على المركبات بعضها بيعكس مشاعر حزن وخيبة لمالكها والبعض الآخر ما بيتعدى أنه طرفة خفيفة لبث روح الدعابة خلينا نشوف بهالتقرير إذا شي مرة تطريت توقف بالطريق لحالك لتنطر رفيعك اللي دائما بيتأخر عليك فابأكد لك أنه ما رح تمل وممكن تضل واقف عم تراقب السيارات وخاصة التكاسي والسرفيس لتكتشف شو هنن العبارات أو الحكم أو الألقاب يلي عم يكتبوها من وراء حتى في عبارات صارت اليوم أمثال عم نستخدمها بأحاديسنا اليومية من باب الفكاهة والضحك بذكر منا مثال لتشوفني عم بتدرج دوبلني وتفرش خد لك نظرة وصلي عنك على المطبب واللعة بعد المطبب باللعة لا تخشى شيئا أيوة يعني على العين وما عين كثيرا والشيئ اللي كتير منا ما بيعرفوا أنه هاي الظاهرة عليها مخالفة بقانون السير يعني ممكن الشرط يوقف أي سيارة مكتوب عليها عبارة من وراء ويخالف صاحبه رح نعرف عن الموضوع أكتر من الأستاذ المحامي مح الدين ميداني نصة الفقرة تسعة من المادي من قانون السير على منع أي كتابات على السيارات أو إعلانات أو لساقات مهما كان نوعه أو شكله أو مضمونه إلا بموافقة رسمية كدعايات رسمية مثلا تحت قلط الغرامة والعقوبة يبدو هي عادة قديمة يمكن بلشت من التاريخ القديم من أيامه كان في عنا بسورية طنابر كانوا يرسموا على الطنابر ويحطوا عبارات وأحياناً كانوا يحطوا عبارات دينية وأحياناً أخلاقية وأحياناً حكام ففي عبارات ممكن تكون يعني غير مؤذية مثلاً سيري في عين الله ترعاكي فهذا لم يعميد يعي دعاء أنه على يحميه هو ومركبته ما شابه ذلك قد تكون هذه الإعلانات أو العبارات غير مؤذية ولكن ما بتتجاوز هذا الموضوع وتتحول لمؤذية أخلاقية أو اجتماعية ففي عبارات قد تتناول النظام العام أخدش الحياة العام هذه العبارات تدخل بأم موضوع يفوق قانون موضوع السير فهو موضوع مخالفة النظام العام وفقاً للمادة 741 من قانون العقوبات عطفاً على المادة 41 من قانون العقوبات هاي بترتب الغرامة وبترتب الحبس التقديري أو الغرامة الوعي الاجتماعي بالدرجة الأولى الوعي الاجتماعي قبل تطبيق القانون الوعي الاجتماعي يعني نحن في عنا أماكن فيها تماثيل رائعة بالبلد بيجي حدا بيكتب عليها مثلاً يعني هذا التمثال منحوت وبطريقة مكلفة وبطريقة راقية وشغلة فنية حضارية يجي واحد يسئله بهي الطريقة ويسئله المنظر العام هذا الحكي بحاجة لوعي الاجتماعي قبل ما يكون بحاجة لقانون يضبطه كتابة العبارات إن كان على جدران الحضائق والمدارس بالطرقات أو على السيارات هي ظاهرة ممكن أغلبنا عم ياخدها من باب فكاهي ولكن بالأخير هي بلدنا وهذا المشهد نحن عم نصدره ونعرف فيه عن حالنا موسيقى يعني صار وقت نبدأ معكم بفقرتنا الطبية وطبعاً أكيد بدنا نذكركم ببدايتها بإمكانية التواصل معنا وترح أي سؤال عندكم لضيفنا بخصوص موضوعنا اللي نحن نحكي عنه اليوم فخصصنا هالفقرة لحتى نحكي أكثر عن داء السكري خاصة يلي بيحتاج المصابين فيه لأخذ جرعات من الأنسلين وفيه أعراض تانية مرافقة للسكري يا آيا بيعرفوها كل المصابين ونطمنا لهم صحة والسلامة شو آخر التطورات بخصوص الأعراض المرافقة لداء السكري وكيف ممكن نخفف منا وشو الأخطاء المرتكبة أصلاً واللي بفكروا العالم إنه هذا هو الشي صحيح دكتور زياد زود استشاري بأمراض الغذر الصم والسكر يصار جاهز معنا ليخبرناك للتفاصيل صباح خالية دكتور سعد صباحك ورد سعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك معنا يمكن داء السكري داء العصر يعني كثيراً نلاحظ اليوم أشخاص كثيرة مصابة فيه ونحن اليوم قصصنا نحكي أكثر عن الأشخاص الكبار اللي بيكونوا أكثر بالعمر بداية خلينا نحكيك بشكل يعني بسيط ومختصر عن آلية يعني تشخيص أكثر داء السكري وعن أبرز أسبابه هلا في كثير يعني اعتقاط خاطئ وشائع عند العالم إنه أنا إذا ما ببول كثير وما بشرب كثير ما معي سكري نشوف كثير حالات وخاصة اعتلال أعصاب يعني سير خدران وتنميل بيدنا وبرجلينا بجولوا عنا باختلاطات بتصير عندي اللي عندهم سكر هنه ما نعرفانين أكثر العالم بيسوا سكر على الريق بعد صيام طويل ياس السكر على الريق منه كافي على الإطلاق لازم نشوف بعض الطعام بساعتين الإنسان الطبيعي أي وقت لازم نعمل السكر يكون سكر تحت المية هلا إذا سكر على الريق بين المية والمية وخمسة وعشرين لأن عدم تحمل سكر أو ما قبل داء سكري فوق المية وستة وعشرين على الريق أو مية واربعين بأيوات الملوات هو سكري إحنا بنعرف أن الخلايا بيتم البونكرياس هي المسؤولة عن إفراز الإنسولين إذا ما عندها كمية كافية من الإنسولين أو زاد الوزن بسبب نمط الحياة السيء يصبح سكر على العمار أبكر وأبكر يعني كنا النمط الثاني ما نشوفه غير عند دانسي لعمرهم فوق الأربعين الآن نشوفه عند شبان وشبات لأنه يزيد وزنه في سراعة أكثر تمام طيب دكتور مثل ما ذكرت أنا بالمقدمة اليوم حديثنا عن الأعراض المرافقة للسكري نحن نعرف مرضى السكري خاصة اللي صار لهم فترة طويلة لازم ينتبهوا لعيونهم لازم ينتبهوا لأطرافهم الأطراف كثير بيشعروا بخدر أو نملان بيأخذوا فيتامين ب12 بيأخذوا فيتامين ب6 ما بعرف إذا هذا شي صح والله غلط شو أسباب خدران الأطراف عند مرضى السكري وشو الحل؟ انظرنا نحن بيصير من الإختلاطات الشائعة جداً لأنه كل ما بعد الشريان عن القلب كل ما صغير صار لمعته أديق وبالتالي عثو تصير نهاية الأطراف ستصير نهاياته كثير ضيئة وإذا كان السكر عالي كان في عوامل ثانية المدخِن إذا حداً عم يدخِن معتهه سكري عنده أذية معيّنة يليه عم يدخن وعندهه سكري الأذية تبعه مئة مرة أكتر والرقيلة أسوأ أسوأ، أنا لا أدخين، فقط أرقيل، إذا نفس رأس أرقيلة، يعادل باكة الدخام إذا لدينا كوليسترول مرتفع، لدينا شحوم ثلاثية مرتفعة، لدينا ضغط مرتفع كل العوامل هذه إضافية تقهب، لأنه يصبح معنا اعتلال أعصاب، نحن نسميها منشأ استقلابي البيتامينات حل بهالحال؟ البيتامينات مانا حل ورد على الإطلاق يأخذ نوروبيون، يأخذ بي واحد، بي ستة، بي تناش، لديهم إنسيمام بالبيتامينات وقت نحلل، لدينا البيتامينات مرتفعة، لن يستفدون شيء الآن الحل هو ضبط السكر ولكن نقول لهم، يعني يجلع عندي شخص نهار الخميس جلدي على عظمي لأنه وقت ما أعطي إنسولين بالجسم، كثير من نضعف، ينزل وزننا بسرعة لازم نأخذ إنسولين، إنه لو أموت ما أخذ إنسولين، يعني كأنه أعبع الإنسولين ما هي الفكرة؟ ليش هذا التخوف يعني؟ لأنه شكة، معنى حبة، إنه هي بدنا نشك حالنا بس طيب، إذا حمينا العين، حمينا الكلية، حمينا القلب، ياما عم نشوف ناس عم سير عندهم ما أتشافوا بعيونهم التأذي دائم للشباكية يعني الشباكية، ما في عنا زرع للشباكية إذا نستطيعنا نوقف الخلل، نوقف المشكلة بي، ما أخذت فاقهم أكثر لازم نتدخل وما أخذ إنسولين تمام، طيب، صار معنا أول إتصال جاهز بدنا نقول لأم محمد من دمشق، سعد صباحك صباح خير؟ أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك، سؤالك للدكتور زيادة، تفضلك الله يزادك دكتور ياهلا ياهلا بعد إذنك، أنا والدتي مع كثير سكري، يعني سكر معها بأطرافها كثير برودة عندها أوكي تمام، هلأ بدي والدكتور يفهم عليك الحالة أكتر عدة شصر لعم تتعالج شو الأدوية مثلاً عم تاخدها، وسؤالك بالتحديد للدكتور هلا هو بس هي عندها بس أنه على السكر تبعها أنه أطور الزيادة باردين، فخادة كثير باردين، برودة كيف تحس حتى لوهي في أفضل صيح تمام، رح تسمعي الجواب، رح تسمعي الجواب هو البرودة دائماً ناجمة عن ضعف بالتروية، لازم نعمل إيكو دوبلر للطرفين السوفليين، نشوف وضع الشرايين، إنه مو كافي نقيس النبض ياسر ينبض في عينا ونرى النبض إنه ينبض، لكن الحرارة بالقدمين دلال لأنه في تروية كافية، إذا في تغير باللون، إذا يزرق اللون وذلك الوقت كثير من نرى جرح المعامل تأم، لا يوجد تروية تأمي لم يوجد تروية كافية، وذلك كثير من المهم لأنه ضبط السكر، وإذا احتاجنا أن نأخذ إنسولين، أو أخذينا دكتور أنا أخذته و لم أتعودته على الحامل أعطيه 19 إنسولين لأنه هو الوحيد الآمن للجنين بعدما تتولد إذا لم أتعودته، لم أتعود إلى الحب لا، لأنه لا أحد يتعود على إنسولين هذا مثال الفيزيولوجي أدام عيوننا بشكل يومي هذا التخوف باعتبار أننا نحكي عن موضوع الإنسولين أن الناس تفكر أنه سأأخذه فهنا السؤالي يمكن أن يأخذه كل عمري وحياتي حسب الحالي إذا الواحد يعني ما عد عنده نحنا وزيفة الحب أنه عندنا سفنجة ما فيها كمية ماء كفافية أنه نصرها السفنجة إذا السفنجة ما نشفه معناتنا نأخذه بشكل دائم نحنا هنأخذ أيضاً في معنى مشاركة جديدة مين معنا بس؟ محمد؟ يسعد صباحك محمد صباح الخير؟ يسعد صباحك الدكتور زيادة عم يسمع السؤالك أنا محمد من حمد أصبح أعاني من زيارة من الوزن حسناً أدى الوزن تقريباً حتى في المين في النهار يأكل بس وجبة واحدة وما عم منزل أبداً حسناً، هل ستسمع الجواب من الدكتور زيادة؟ أكثر الناس الذين يزيد وزنهم يعتمدون على وجبة وحيدة وهذا أكبر غلط بالعالم بالأكس، يجب أن نعدد وجبات الطعام لا أحد يسمع الماء والهواء ما لدينا سعرات حرورية تدخل على جسمنا؟ ما لنحرق مننا؟ إذا نحن نأخذ أكثر ما لنحرق، يجب أن يزيد وزننا وغالباً يكون هناك نمط حياة، يعني من الطفولة سيئة، نشرب كولا ومشروبات الغازية نأخذ وجبات سريعة وما نتحرك كفاية هناك أدوة ممكن تساعدنا الغدة نادرة، لا تكون هي الغدة الدراقية خمسة بالمئة من حالات زيادة الوزن هو سبب الغدة نتحمها عطول نحن، ولكن هي ممكن تكون بريئة خمسة وتسعين بالمئة نحن نمط حياتنا سيئة ما عملنا صح، ما عملنا كل صح عملنا عدم دوجبة وحدة هناك أدوية ممكن تساعدنا وفي عنا هلأ شي جديد مستورد استيراد نظامي كثير جيد قبر تتاخذ، هو عكس الأنسولين نأخذه مرة يومياً بإشراف طبي يساعدنا أنه يبطئ إفراغ المعدة ويأثر على مركز الشهية لكن يتأخذ تحت إشراف طبيب غداد نذهب على السيدة لي ونأخذ الدور من دير الزور اتصالنا هالمرة عبير صباح الخير صباح النور، هلا دكتور أهلا وسهلا فيك، الدكتور صاري اسمعين تفضلي أهلا تفضلي صباح الخير دكتور صباح النور دكتور أنا زوجي معه السكري فأثر هذا السكري على سنانه وبعدين هلأ على عيونه فهي وزمة على العين اليمين وبعدها إبرا نعم تمام هي وزمة على العين اليمين كانت؟ نعم، هناك وزمة على العين اليمين تمام، ستسمعي الجواب من الدكتور نحن هنا من الاختلاطات التي ستحدث سيكون سكر غير مضبوط أنا أزعل أن نصل إلى مراحل متقدمة أنه لدينا مشاكل بالعين السبب الأول للعمى بالعالم هو السكر غير مضبوط السبب الأول لبتر الأطراف غير الرضي هو السكر غير مضبوط السبب الأول للفشل الكلوي الكلوي لم يعد يشتغلوا هو السكر غير مضبوط دكتور أنا أقول غير المضبوط غير المضبوط أنا أتكرره على طول ولكن مريض السكري العمالي تابعنا يمكن أن يقول أنا أطبط السكر هل هناك مريض يأكل صح ويعمل رياضة ويلتزم بنامط حياة صحية ويبتعد عن التدخين ويضغل السكر وغير مضبوط؟ لا نعم نحن نأخذ العلاج المناسب لدينا ثلاثة الشغلات يجب أن نعمل العلاج هو 33.3% ثلاثة العلاج هو دواء وثلاثة هو نوع الطعام وثلاثة هو حركة إذا نتحرك منيح ونأكل أكل صحي ونعدد وجبات الطعام وهيها ليشغلة ونتمد على وجبة وحيدة صفي العلاج العلاج لدينا معالجة فهموية عدة أنواع من العائلات الدوائية ونأخذها عن طريق الفم وإذا لم نضبط السكر ليس فقط على الريق أكثر العالم يقصوا سكر سكرية على الريق 100 دكتور لا يهم نريده على الريق تحت 120 ميلي جرام بعد الطعام بساعتين تحت 160 ميلي جرام الخضاب السكري مخزون السكر يريدون السكر التراكمي تحت 7% لم تحاقتها ثلاثة شروط نريد أن نضيف إذا نأخذ الحبوب نريد أنسلين يمكن أن نضيف أنسلين مديد يأخذ مرة 21-24 ساعة والرائد الضوء أمورنا بخير دكتور هل يمكن أن يكون أمراض معينة عند الشخص مرافقة للسكري وهي تؤدي كمان بنفس الوقت لعدم انتظامه بجسمه هلأ أي مرض آية تصير عن مريض السكري مثلاً هلأ لدينا نحصة جائحة الكورونا أي أنفكشن أي أنتان سيحتاجه لكمية إنسلين كفاية بالأصل لا يوجد إنسلين كفاية نحن في الفترة الذي يأخذ شيئا صار فيه إلتهاب لوزات صار عنده أي أنتان ثاني نريد أن نعطي إنسلين حتى يطيب بسرعة لأنه إذا لم يكن مثل واحد لدينا كيز سكر وراء الباب والباب مسكر لا يفوتوا على الب الخلية الفيتامينات والمعادن لذلك قد ما أخذنا فيتامينات كمان برجع مثل ما أسألني إذا سكر غير مضبوط لا يفوتوا الفيتامينات على الب الخلية لأنه لدينا عدة أمور تؤدي للسكر ممكن أن يكون أصلا لا يوجد إنسلين كافية ممكن أن يكون إنسلين ولكن لا يعمل على المستقبلات الخلوية ممكن أن يكون ممانعة هذه ممكن بحلقات قادمة نتكلم بها طيب دكتور يعني هلأ جائحة كورونا بأوجة وإن كانت خافة حالات الإصابة ببلدنا ولكن ببلدان ثانية كمان ترتفع النسبة ممكن ، أين يأخذ مريض السكري؟ لقاح كورونا؟ طبعا لقاح يجب أن نتلقح وهذه الشكلة مهمة لقاح نأخذ نحن الفيروس نضاعف كثيرا يساعدنا أن تخرج بجسمنا وبالتالي لا تحتاج إذا نصبنا لنا أجراء مسبق قبل أن يأخذ مريض السكري يعني يكون يأخذ شيء ثاني لا يريد أن يكون مميع أو أسكرين يأخذ اللقاح معرب ألف خير لا يوجد شيء أبدا ولكن عنده سكري وصار عنده كورونا في أدوية لازم تتوقف مثلا متفورمين نعطيه كثير ونقص الشهية ويضاعف لازم وقته نوقفه ونعطيه علاجات ثانية أثناء الإصابة ولكن يطيب نرجع على متفورمين إذا كان وظائف الكلية والكبد الطبيعية أشياء كثير مهمة كل شيء يأخذ معالجة فموية لازم كل ثلاث شهر يعمل كرياتينين وبولة دموية وأسج بيتي لذلك تحليل معنى مغرفة حتى نتأكد أن وظائف الكلية والكبد الطبيعية فعلا يمكن كثير من الناس يخافون من الموضوع أن يأخذوا اللقاح خاصة لديهم أمراض مزمنة ومن السكري سوف يطمونهم اللقاح بالأكثر شغلة مهمة ولازم كلنا إذا لم تلقحنا لا سنبعد الجائحة عنها ونعيش حياة كما كنا نعيش أبدال كورونا طيب دكتور ختاما بالنسبة للمرضى يشكوا أنه أنا معي سكرية ترى ما معي سكري ما كنت تعاني من هالأعراض فجأة صرت تعاني أولا يأتي السكري على فجأة أو يعطي أعراض بدئية منذرة شغلة ثانية مين هن الأكثر عرضة للإصابة بالسكري؟ نحن عنا نوعين من السكري ورد عنا السكري بيأتي عند الأطفال هذا بيأتي بشكل سريع ما بيخبي حاله خلال الأيام بيصير دغري الطفل بيعطاش بيبول كثير بينزل وزنه بسرعة أواتيم كان يدخل بحالة كومة هاي ما بتخبي حاله السكري بيأتي على كبر كنا نقول أولا كان يجي بعد الأربعين هلا عم نشوفه عند شبان وشابات عمرهم 17-18 سنة بس نكتشف السكر عندهم بيكون صر له السنة معهم هن معرفانين معناتها كمان إذا حسين حالنا عنا تعب عنا وهن ما عم نركز منيح في عنا الجرح معميل تأم دورة شهرية مخربطة عند البنت هاي كلها علامات توجهنا إنه لازم نعمل مو بس السكري نشوفه بشكل عشوائي ونشوفه بعض الطعام ساعتين خاصة إذا كان بالعيلة فيه سكر حتى الجد والجدة هن قرابة درجة أولى إذا عم زيد وزننا بسهولة أو عم نقص وزننا بسهولة كل هاي إشارات توجهنا تماماً يعني دكتور مضل غير نتشكر على كل المعلومات التي خبرتنا ياها وأهلا وسهلا بك دائماً معنا شكراً يا دكتور والصحة والسلامة للجميع شكراً أيها وشكراً وارد وشكراً لكل مشاهدينا أهلا وسهلا بك دكتور يعني يمكن وارد أوقات يمكن أكثر شيء بيعمل المكابوس خلينا نقول بحياتنا عندما تبدأ البطارية عم تعطيك ضوء الأحمل خاصة هاليومين خاصة هاليومين بدون كهرباء فتاكل هم يعني هلأ شو بدي أعمل فإمكان هاي الموضوع بيكون يمكن عن جد كابوس بالنسبة لكثار من الأشخاص نظراً لأنه لما دخلص شحن خلينا أقول موبايلنا أو اللابتوب أو أي شيء نحن نعمل على يمكن يتعطل كثير من شغلنا يتعطل كثير من خلينا نقول التواصل الاجتماعي بيكون مع الموحي خاصة حياتنا كلها أونلاين صحيحة إن كان على اللابتوب أو حتى على شبكات التواصل الاجتماعي فيه ناس بيقول لك أنا بترك الموبايل على الشحن قبل ما نام وفيه بلاقي مشحون وفيه ناس بيقول لك لا أنا بنتره يصير أقل من 20% شحنه وما بخلي يشحن فوق التسعين أو الخمسة وثمانين بالمئة لكي نحافظ على عمر البطارية شو الصح وشو الغلط من اللي حكينا نعرف بهذا التقرير ثم تركها تنخفض إلى أقل من 20% بينما يعمل الجهاز بشكل أفضل عندك فإذا أفضل حل مثل ما شفنا أنه ما نخلي الموبايل يفضع الأخير وما نخليه يشحن للأخير يعني نخليه بالأخير بين مثلا 15% إلى 90% الحمد لو لم يشحن على الأخير فنحنا مرتاحين من هذا الموضوع حتى لا نفقد عمر البطارية وشغلة ثانية هناك أشخاص يشحنون الموبايل يكونون فاتحين واتساب ويعملون يكونون فاتحين هذا أكثر شيء يستهلك من عمر البطارية لماذا؟ غريبة ندير بالنا قليلا على الأساس التي نحن أكيد يعني بدنا ياها تظل هيك تعيش معنا أطول عمر ممكن طبعا هلأ صار وقت نحنا ننتقل معكم ونذهب لنا نتعرف على مقادير وطريقة تحضير طبقنا باليوم جاج المشوي على الطريقة الهندية وصفة شهية من المطبخ الهندي المقادير جاج مسحة بقطع ربع معلقة بهارات مشكلة ربع معلقة فلفل أحمر ربع معلقة كذبة نشفة معلقة صغيرة خل قطعة زنجبيل صغيرة ومقشرة خمسة فسطوم مهروس أربع فلفل أخضر حار ثلاث حبات بصل شرائح علبة بندورة معلبة مع ميتة حبة فلفل حار ربع معلقة صغيرة بهارات مشكلة ربع معلقة صغيرة فلفل مطحون عصير ليمونة وزيت نباتي بالإضافة للملح والفلفل حسب الرغبة وبيخلط على الكهرباء بتحطي الفلفل والزنجبيل والتوم والكذبرة والبهارات المشكلة والفلفل الأحمر والخل وبتخلطيهم بتستمري بالخلط حتى يصير القوام بهذا الشكل بتضيفي التدبيلة فوق الزجاج وبتتركيي التبال تقريبا ساعة كاملة بتنجرة فيها زيت قليب تقلي شرائح البصل حتى يصير لونه ضهبي بتشيليهم من الزيت أول ما يتحمروا وبتنجرة تعنيه بتحطي الفلفل على النار وبتقلبيه لمدات دقيقة تقريبا بعدين بتضيفي الجاج المتبال والبانادورة وبتقلبيهم بتضيفي البهارات المشكلة والفلفل والملاح بتضيفي البصل المقلي وبتخلي شوي منه للتزيين بتضيفي عصير اللامون وبتقلبي وهيك صار جاهز بتقدميه مع الرز الأبيض وصحتين وعافية شو عامي خبرنا الفلك للأبراج الـ 12 ببداية الأسبوع الجديد مدام نجلة قباني راح تخبرنا صباح الخير صباح الخير للجميع صباح الخير للجميع تظلوا بخير أيام كون سعيدة مرتاحين مبسوطين إذا قدرتوا اليوم 26 حزيران يعني 26 ستة تمانياتين للجميع بالخير كواكبنا ما زالت في أماكننا ما زال عطارد للأوراق للمستندات للسفار يتقدم في برج الجوزاء إلى جانب المشتري للحزوز السعيدة كمان يتقدم في برج الحوت هدول كوكبين بالذات بيعملوا بعض المضايقات لمولود برج العزراء مولود برج القوس هلا بالأقل درجة لمولود الجوزاء والحوت بس إنو عم نحكي بالذات القوس والعزراء أتقل جايتون شوي كمان الزهرة كوكب الحب والعواطف يتقدم في برج الأسد إلى جانب المريخ الذي بيعملنا شوي بيعملنا النزاعات بيعطينا طاقة بس طاقة الأميل للنزاعات وللاخناء كمان موجود في برج الأسد هلا هذا بيريح الحمل والقوس أوكي بيريح الجدي أوكي بس بيريح الميزان وطبعا برج الأسد بالضرورة بس يعني بالمجمل عمل عدم راحة شوي لمولود برج الثور العقرب وبرج ألدلو أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل اللي بالغالب حدا اليوم عم يتدخل عم يزعجه بملاحظاته أو عم يتخانق معه اليوم يوم فيه نوع من أنوع الحساسية أو الصدمات هلا قد تمتد الأمور غالبا إلى أمورك الشخصية رغم وجود الزهرة في برج الأسد يعني بلشت ريحك بس بيجي يوم يومين مانون الأفضل الغالبا اليوم برج الحمل أحكامه متسرعة كلمته مانا مقصودة المشاكل هو من يصنعها على كل دائما هو من يصنع المشاكل هلا ما تخلي المحيط بس يدفع أتمان أنه أنت معصم اليوم مولود برج الثور الأمور بالنسبة لألك إيجابية وجيدة أنت تتحرك في أوصات مشجعة على الغالب عم تصل لنقاط الاختلاف عم ترتب أمورك بطريقة إيجابية وجيدة كل شيء له علاقة بدراسة بتسويق بتجارة بحل بعض المشاكل ممكن هاليومين تلاقيه حلول حواليك نوع من أنواع الاهتمام والمحبة مولود الجوزاء كمان الأمور بالنسبة لألك إيجابية وهذا اليوم فيه إيجازات الحقيقة عندك يومين ثلاثة حلوين استمتع فيهم لأنه هو الشهر بمجمله جيد بتقدم عطارة بقى برجك أصدقائك عم بسهلوا لك الحلول فيه نوع من أنواع الصداقات حواليك حاملك محبة تعاطف دلال عم يغجوك رفقاتك أو أحباءك فيه رقاءات سعيدة وناس حلوين برج السرطان أنت اللي مو كتير مرتاح والحياة فيه نوع من أنواع التأجيل تأخير بعض الأشياء اللي أنت راسمها براسك ما عم تزبط مثل ما أنت بدك ممكن شيء بدنا يام نحصل عليه ومو بكل الأيام حظوظ مساعدة بالقطع لمولود برج السرطان بس يعني هالفترات ممكن يوم يومين يكون تحمل جزء من تعب عائلي أو شخصي ممكن عم تدخل بصراعات جديدة رابطنا هاي العبسة اللي على وشك شوي وهيك قالب وشك فينا معجبك العجب يعني بتصير هو أنت شخص بزاجي بالمجمل وما بتفاتش أو ما بتناقش بالأشياء الأساسية بس هيك فيه أشياء صغيرة اليوم من تعبتك عزيزة مولود برج الأسد مئة ألف قصة شغلته اليوم أبداً ما يوم عطلة اليوم ثبت يعني يفترض عطلة بالنسبة لمولود برج الأسد بس يعني اليوم ما عنده عطلة عم يركض يركض ما عم يلحق عم بيروح وقته بين زيارات بين ضروريات بين أنه هو لازم يسترجع طاقته طاقته صفر اليوم عموماً وأهم نصيحة الحقيقة لألك إذا قدرت تنملك نوم الظهر أو تتأخر شوي بالنوم تنظم وقتك تشوف شو هو الضروري وأنت طاقتك لستاتا بأوجه بلش بالأشياء الأصعب بعدين تترك الأشياء اللي هيك يعني الأشياء اللي بتصير شوماً كان تركها للمسها حتى تعملها إنجاز وخفف زياراتك اليوم وتواصل على الإنترنت مثلاً مشان تلحق شغلك الضروري أصدت يوم جيد وفيه نقاش لمولود برج العزراء يوم حلو فيه مسؤوليات جديدة فيه صيغ تفاهم فيه نوع من أنواع الراحة بس الأهم اليوم الحكي مجدي لمولود برج العزراء وإيجادي وجيد وممكن تصل فيه لحلول بدنا نذكر معناها 1845 هو الرقم لا تبعتوا من أي موبايل داخل سوريا اسمكم مع موليدكم الكاملة لحتى تعرفوا دائرة حظوظكم وشو مخبيلكم يمكن المستقبل من خلال الفلك ونجلة قباني بتجاوبكم إذا كان في يوم وشهر وسنة كاملة كاملين صحيح صحيح صباح الخير لمولود برج الميزان اللي اليوم لا تفسد علاقاتك بما حولك لأنك شوي معصيب أو منفعل أو أحكامك متسرعة بين المبارح واليوم في شيء قال أولى الميزان مو كتير مرتاح نازل فينا أفأفة عم بيخترع بعض المشاكل عنده ديئة خلق كأنه غير مهتم لبعض الأمور اللي يعتبر مهمة هلا هيك بارد فاتر كثول دايق خلقه هاي الأشياء اللي بتصير أحياناً وما بتكون كتير مريحة على كل الأحوال أنا ما بيعتبر في شيء أساسي سيء بالعكس أمورك الأساسية رايحة باتجاه الأفضل اليوم حركة الأمر مانا مريحة هذا طبيعي يعني قصدي بيجينا يوم هيك يوم هيك هذا هي هيك الدنيا العقرب اليوم عنده حركة نشاط ويلقى الحفاوي اليوم بسبب بعض الإيجابيات بوضعه اليوم هو مبتسم عم بيمرق للناس ما كتير عم بيدقق عند أي مشكلة في قصة ممكن تكون إيجابية أنت ما حط أنظار يوم للحركة للنشاط للأصدقاء للأهل للأشقاء كل واحد حسب وضعه بس اليوم يوم إيجابي لإنطلاقة جديدة عزيزة القوس اليوم حط إرشك بمكانه المناسب ما عم ينحط معك ولا بحلال ولا بحرام عطارت في برج الجوزاء عم بيخلي صرفك أكثر مما يجب زمائل في بعض التأجيل كمان ببعض الأمور هلا كأنه هاي الأيام لازم تدفع مستحقات لازم ترتب تنظم كمان دائما يعني تعودت على المصروف الإضافي والزهرة في برج الأسد إلى جانب المريخ عم بيخلي عندك طاقة على السفر على الروحة على الجاية هاي محبة الظهور وبينك حتى محبة للعمليات التجميلية هي هذا الشهر القادم عامة العمليات التجميلية بامتياز لمولود برج القوص فمفيد إنه نحن يعني نعملنا شوي التقنين مولود برج الجدي فاي مبكير وعنده نوع من أنواع المشاغل بأمور شخصية بس اليوم عنده طاقة حلوية عنده وضع نقاط على الحروف عم بيرتب بيته الداخلي من يحب ممكن يكون إلى جانبه على كل داخل على شهر بياخد العائل عاطفيا بالذات فيه دعم من الأصدقاء والمحبين وأنت تستطيع امتلاك محبة الآخرين واثق بنفسه بهاي الأيام مولود برج قل دلو لست في أحوالك الأفضل حزين مكسن لازلة دمعة من عينه مشتاء لحدا مفارق حدا مبعد عن حدا ما بعرف كأنه الأمور أخذي هذا الطابع بالمجمل هو الشهر لانه كتير مريح صحيا ولانه كتير مريح ماليا فأنا أتمنى ما تخلي الحزن يكون تأثيره مرضي أو يأثر عليك صحيا يعني أصدي أنه فيه شي من الزعاجات حوالين مولود برج دلو يعني كأنه نازل فين عتب هذا دقلي هذا ما دقلي هذا باركلي هذا ما باركلي شي من هذا القبيل اليوم طلباته مجابة لمولود برج الحوت ويوم فيه أفق جديدة غالبا يوم اجتماعي بامتياز نازل عسوق رايح تعمل زيارات لأشقاء لأهل لناس أنت بتحبهم ضيوف من سفر نوع من أنواع المرح أو اللقاءات دعوة أو اتصال بالمجمل الفترة هي إيجابية وجيدة وفيها نوع من أنواع التغييرات الحلوة اللي ممكن تكون مفيدة بالنسبة لك خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 26 وأتمنى له السعادة شخص الشديد الجاذبية فائق الزكاء يحس بالأشياء قبل وقوعها وحكمه على الآخرين صحيح يمتلك حاسي سادسي طبعا شكاك يغرق في شكه بالآخرين مو بنفسه بنفسه وثقته بنفسه كتير كبيرة بس أحيانا بيشك بالآخرين ما كتير بتعجبه الأمور بيحب المال يتقن جمعه يحب العائلة الأهل وفي جدا لأصدقائه وقته كله نصه بيروح بين الشغل وبين أولاده وأهله وعائلته بيعرف كيف يوصل للبده يا عموما ويسعى دائما لأن يجد عمل مريح يدر عليه دخلا جيدا هلا هو هيك هيك بيحب الدوام وشديد الكتمان شديد الصبر السنة مهمة وغالبا هاي الفترات لسفر لرقاءات لعلاقات لتصالح من حولك لترتب أمورك العملية لتنجز عمالك بدقة أنا برأيي الشهر جيد جدا بالنسبة لألك والأشهر 3-4 جاي حلوين فيهم نوع من أنواع التغييرات الإيجابية اللي ممكن تعملك فرحة تغييرات بشؤونك الأساسية يا رب الفرح لدى الجميع مر الأسوأ بس هي السنة بمجملة بنهاياتها أفضل من بداياتها أحمد من موليد تسعين يسي دوقاتك يا أحمد سنة جيدة جدا 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 شهر الماضي كان متعب جدا يا أحمد شهر القادم أفضل بالنسبة لألك أكثر إيجابية غالبا في شي بدي بارك لك فيه فما بعرف إذا أصة مهنية والأصة شخصية بس بالحالتين أمورك جيدة طبعا طبعا رح نبدأ ناخد مساجات هبة 24-5-89 حابة تعرف عن كل شي أمورك جيدة يا هبة ولكن للأسف ليس عاطفيا الشهر القادم واللي بعده حلوين بالعمل بالمال بعلاقاتك بس كأنك متعة بعاطفيا يا هبة مانك مرتاحة وعود كاذبة فرقة بعد حب مستحيل مثلا كل واحد حسب وضعه بس لن تستقر أمورك قبل الثامن من الثامن وما بعد رح ترجعي تشعري إنه لأ الأمور باش هلتتحسن سواء مع نفس الشخص أو وجود شخص جديد وإلا يقدم الفيل الخير يا هبة غادة عم تسألني مع زوجة فادي إحدى العلاقات الجيدة بالمجمل طبعا إذا عم نحكي ماديان وعائلين فالتينتكم ومرتاحين إذا بدك هالشهرين ما ننلاق لكم مع الاعتزار يا غادة خاصة سابع وتامن يعني ولا حتى السادس كان إذا ملاحظة بس يعني ما شرحان الأمور لا تعتبر سيئة بس بده انتباه إياد ابن ناهد من موالي 92 شهرين متعبين والله يا إياد يعني وجود المريخ في برج الأسد وجود الزهرة كمان في برج الأسد والله آخر شهر يعني كمان رح تدخل الشمس قصدي ما كتير مرتاح حالشهرين وما ننلاق لك هدول يا إياد هدول الشهرين بحاجة منك لرواء ابتسامة هدوء لطف لا تحسس من كل أمر مرئنا هالشهرين بخير داخلك حافظ ابن حسيبة شو قصتهم طلعوا ورا بعضهم إنه كمان حافظ ليس الأريح هالشهرين ما نون سيئين بس ما نون كتير مريحين حبيبي وجود المشتري وجود عطارد في مكان غير مناسب هلأ الزهرة والمريخ يعني لآخر السابع يعني بدك للثامن وما بعد بس غالبا حتختم السنة بأفضل مما بدأت إذا أراد رب العالمين علي ابن عفاس كمان معنى كتير مرتاح لازم نقولي شي واحد اختم فيكن ميح يعني قصدي كمان ملك مرتاح حالشهرين وجود الكواكب في موقع غير مناسب عم بيخلي هالشهرين مانون الأريح يا علي هلأ على كل انت حدا لبق لطيف تعرف ترتب أمورك وحتى لو ملأ شهر شهرين متعبين بتمرق أمورك ببخاف عليك بس انتبه صحيا حبيبي هذا هو الأهم إنك تنتبه له بهذه الفترات يجعل أيامكم خير وسعيدة مرتاحين ومبسوطين شكرا يا مادام يعطيك ألف عافية يعني مشاهدينا لهون ممكن وصلنا نحنا وإياكم لختام حلقتنا يعني كانت هيك منوعة اليوم الحلقة بمختلف المواضيع اللي حكينا فيها ونحنا أكيد موعدنا بتجدد معكم بكرة بنفس الموعد كونوا على الموعد كم موعد قالت أنا بهذه الجملة شي سبعة مع دولار كم موعد قالت لقايا وخبرونا تبو بألف خير باي باي شكرا